عملالكو فيديوهين وربعط وحاجة بسيطة جدا وفيديوهين كده عن ماشي بس نصيحة مهمة مني ليكم تعال اقولك على مكون واحد بس يخلي ان انت ما عندكيش ريحة عرق لمدة 3 ايام 3 ايام ما عندكيش اي ريحة عرق حتى لو عملتي ايه لو نزلت طلعتي رحت الشغل رجعتي بس تبعيني انا الاء عباس من قناة كل يوم جديد مع الاء النهاردة جايبالكو مكون رهيب استعملته وما بطلتش هستعمله مكون عبارة عن شابة مطحونة شابة مطحونة بتجيب الشابة من عند العطار بتتحنيها وبتخليها عندك في اي علبة وبتحطيها في اي وقت لو انت نزلة بعد اي دش بتخديه الحاجة التانية اللي بتخليها بس عاملة معاكي مفعول ويعني مخليها ريحتك حلوة ميت ورد ميت ورد انا طبعا الناس كلها بتقعد تقولك حطي ميت الوردة على الشابة ودهنيها تحت القبط ولما بتحطيها مثلا لحاجة بتخلي ريحت القبط مثلا طحفة وكده لا انا ما بعملش كده انا باخد قطنة بحط عليها الميت الورد وحطها تحت البط مثلا وبعد شوية احط لدينا وانا عايزة ان الريحة تكون مفحفاحة قوي اه وبحط في نفس الوقت اه 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 براها على طول اللي هو المكون اللي هو الشابة المطحونة الشابة المطحونة الشابة المطحونة فالتنين مع بعض بيدوا ريحة حلوة من غير ما حط ده على ده واشغل نفسي وحط حاجات في التلاجة والكلام ده كله تعال اقول لك على حاجة تانية بقى مميزة اكتر من ده كذا مرة وبتبيض ومش عايزة اقول لك استخدميها لمدة اسبوع وهتيجي في الكومنتات وهتدعيي لي ايه هي بقى المكون التاني كان ايه كان لمونة وكان ملح معلقة ملح ولمونة معلقة ملح ولمونة بصي انت بتستخدمي معلقة الملح كلها يعني انت مش بتستخدمين معلقة كلها لأ انت تقطعي اللامونة مصين اوكي وبتحطيها في الملح كده وبتعادي تاخدي دائرية تحت القبط بتعادي تاخدي كده دائرية تحت القبط عايزة اقول لك بقى عن الوصفة دي مش لتحت القبط بس لأ درل الرجبة وعند فيها عند الرجل كده منطقة حتة سودة مطرح ما بتصلي ولمسلا لو دماغك وانت بتوطي بتسجودي اسودت من فوق بتحطيها عليها رقبتك من ورا عايزة اقول لكم المكون ده رهيب رهيب اسبوع واحد بس وهتلاقي ان كل حاجة يعني بدا جدا لما بتحطي اللامونة على الملح وبتحطيه بتحطيه لحاكتين ان هو يبيض لك المنطقة وان هو يمنع ريحة العرق تخيلوا ان اللامونة على الملح بيمنع او وبينضافها كمان ويا سلام بقى لو انت عاملة ليزر وبتحطيهم بس كده بتلاقي الدنيا بيضة جدا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا جربوها وارجعوا تاني وقلولي ايه يعني ايه اللي حصل ويه اللي جار معاكوا بعد اسبوع وهتدعودي ويعني انا عايزة منكم دعوة حلوة واهم حاجة الاشتراك واهم حاجة ما تنسوش اللايك واهم حاجة تقولولي في الكومنتات ايه اللي حصل معاكوا حاجتين قلته لكم في الفيديو والحاجتين اهم من بعض والحاجتين انا مجربوهم وعن تجربة شخصية هتدعووا لي ان شاء الله دمتم بخير ودمتم منورين كناتي سلام عليكم